بسم الله الرحمن الرحيم زي ما أشارنا قبل كده عملية التقييم النفسي الإكلينيكي بترتكز على ثلاث أضلع الضلع الأول بيتضمن التخطيط لعملية التقييم الضلع الثاني تنفيذ التقييم فعلياً والفحص ثم الضلع الثالث وهو اللي احنا معانيين به في الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وهي كتابة التقرير ومشيين الحقيقة على النهج اللي حطوا سطلر في الكتاب بتاعه واللي أشار فيه إلى أنه التقرير بيتضمن على الأقل تمن عناصر أشارنا إلى فكرة الـ المعلومات التعريفية ثم الـ سبب الإحالة ثم الـ ثم الـ ثم والنهاردة إن شاء الله نتحرك ناحية المكون السادس وهو الخاص بالتوصيات التوصيات جزء مهم جداً من عملية التقييم النفسي أو Psychological Evaluation هذه التوصيات لابد أن تستند إلى ركائز تقوم عليها أولاً المستوى العام لأداء الطفل ثانياً ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الطفل اللي احنا بنقوم بتقييمه ثم ثالثاً وهي ما التضمينات المترتبة على هذا النمط فيما يتعلق بالشفاء أو الوضع بالفصل أو العلاج أو عادي التأهيل الحقيقة في التوصيات ما بيكونش بس التركيز على إننا نقف على مسمى تشخيصي أو إن احنا نقدم آفاق العلاج أو الإجراءات أو التدخلات العلاجية المختلفة لكن الحقيقة لازم يبقى فيه مرونة جديدة جداً في التوصيات بحيث نقدم لنا ما يمكن أن نسميه منحة مرن للتدخلات والبليسمينت الموضعة اللي احنا هنقاملها للطفل اللي هي ممكن ينتج عنها مثلاً توصية بأن يتم ادراجه في برنامج تربية خاصة يتم مش عارف إعطاءه تدريب إضافي مش عارفه غرفة مصادر أو تحويله من مدرسة معينة لمدرسة أخرى أو من فصول معينة لفصول أخرى أو إجراء بعض التعديلات على المنهج أو التدخل التربوي اللي هو بيتم التوصيات الجيدة لازم تقدم لنا بشكل واضح إيه أهداف التدخل بشكل واقعي وعملي وإيه هي استراتيجيات العلاج اللي احنا ممكن نستخدمها أو استراتيجيات التدخل استراتيجيات التدخل اللي ممكن نستخدمها الأسئلة اللي احنا بنبقى معانيين اللي احنا نحطها في اعتبارنا عند صياخة التوصيات هي دي الأطروحات اللي لازم نفكر فيها وإحنا بنكتب التوصيات بتاعتنا أولاً ما مدى تمثيل نتائج الاختبار الحالي هل هي فعلاً ممثلة للحياة النفسية للطفل بسلوكياته بقدراته هل أقدر اللي أنا وصلت له من هذه النتائج أن أنا أقدر أعممه على مناطق أخرى أو أعممه على كل الحياة النفسية بالنسبة للطفل بسواء قدراته وسلوكياته وبناء عليه أقدر أمني عليها توصياتي طيب هل تم أخذ جميع العوامل اللي هي مرتبطة أو اللي لها صلة بالموضوع في الاعتبار لما حطينا التوصيات بما في ذلك نتائج الاختبارات السابقة والحالية السلوك بين الشخصي بالنسبة للطفل أو الانتر بيرسونال التباينات اللي موجودة في الأداء على الاختبارات المختلفة تقارير الوالدين حطناها في اعتبارنا تقارير المعلم إذا كان فيه Medical Evaluations أخرى إذا كان فيه School Grades درجات مدرسية إذا كان فيه تقارير زيتية للطفل نفسه عن نفسه وهو كادب حاجة عن نفسه أو قدم لنا بعض الملاحظات الشخصية كل دي أي أشياء لازم تتحط في الاعتبار ولازم نحطها في اعتبارنا وإحنا بنصيغ التوصيات طيب من ضمن الأسئلة اللي لازم نراعيها وإحنا بنصيغ التوصيات بتاعتنا إيه نوع برنامج التدخل المطلوب هل مطلوب مثلا برنامج تدخل سلوكي تعديل سلوك أكاديمي إرشادي كاونسلينج طيب إيه كمان الأهداف المحتملة للبرنامج إحنا عامل برنامج وإيه التارجة اللي إحنا عايزين نوصله والأهداف اللي هي طويلة المدى وقصيرة المدى اللي إحنا محتاجين هل وإحنا بنبني البرنامج بتاعنا العلاجي أو التدخلي ده حطينا في اعتبارنا نقاط القوة الخاصة للطفل اللي بحس إن إحنا نقدر نسخرها في البرنامج وتساعدنا في تنفيذ أهداف البرنامج هل البرنامج هيغطي كيف نتعامل مع نقاط الضعف أو النقاط اللي بتحتاج تدريب هل الأسرة هتبقى متضمنة في البرنامج والدور اللي هيكون متضمن شكله إيه والدور اللي هتقوم بيه في تنفيذ هذا البرنامج توصيطنا إيه في الجزئية دي كل دي أسئلة لازم نفكر فيها وإحنا بنصيغ التوصيات هل التوصيات قابلة للتطبيق العملي يعني ممكن أحطوا توصيات لك لما أجي أنزل للواقع وأحاول أن أنا أنفذها سواء في بيئة الفصل أو بيئة المنزل قد أكد أنها غير قابلة للتطبيق هل كل الموارد سواء المجتمعية والمدرسية المتاحة إيه هي اللي أنا محتاجها عشان أنفذ هذه التوصيات يعني أفرض مثلا أنه من ضمن التوصيات أن الطفل ده محتاج وطفل مدمج في مدرسة ده عليم عام لكنه محتاج تدريب إضافي طب عشان أنفذ هذا التدريب الإضافي لازم يبقى عندي غرفة مصادر فهل متوفر عندي حاجات بالمنظر دوت بحيث أنها تساعدني أن أنفذ هذه التوصيات مين اللي عنده الرغبة كمان أنه يشارك في تنفيذ هذه التوصيات هل التوصيات مكتوبة بطريقة واضحة ومفهومة هل هي مفصلة هل هي سهلة بحيث يتم تنفيذها واضحة بحيث يتم تنفيذها هل في حاجة للتقييم في مجالات أخرى قد يكون من ضمن التوصيات أن أنا محتاج أن أنا أعمل assessment لمناطق أخرى غير اللي أنا قمت بتقييمها في التقييم اللي أنا نفسته هل محتاج follow up طب ولو محتاج متابعات طب وإيه إذا كانت المتابعات دي حتتم حتتم على مدى زمني قد إيه هل مثلا محتاج عيد تقييم بعد ثلاث شهور بعد ستة شهور هل ومين اللي حيقوم بالتقييم دوت برضو كل دي أمور لابد إنها هي تتحط في الاعتبار وإحنا بنصيغ التوصيات في ركر كان ليه مسح سيرفي كان عمله على المدرسين وكان بيشوف رأيهم في التقارير النفسية اللي تتقدم في المدارس اللي بيقوموا بيها سيكولوجست بيشتغلوا في المدارس دي وكان بيشوف رأي المعلمين المدارسين دولت في التقارير وإيه هي يعني أهم من مكونات التقارير اللي هما بيبقوا معنيين بيها دي البيبر اللي هو كان أشار إليها واللي هو كان المسح اللي هو عمله في 67 والحقيقة تكررت نفس الفكرة دي في عدد أخرى في نمازج أخرى من الدراسات والمسوح اللي هي حاولت إنها برضو تقيم التقارير النفسية وبصفة خاصة العناصر اللي مرتبطة بالتوصيات الحقيقة كانت من النتاج اللي أشار إليها يا ركر واتفقت معاه بعض الدراسات الأخرى إنه المدارسين دايما كانوا بيبقوا شايفين إنه العنصر الأكثر همية في أي تقرير نفسي هو التوصيات وأعتقد إن دي نتيجة بديهية أنا بفهمين ليه لأنه هذه التوصيات ممكن تساعدهم أولا في فهم المعلم لمشاكل الطفل يقدر يفهمها أكتر وكذا أيضا هذه التوصيات قد تقدم ليهم أنواع من البرامج التربوية أو أنواع أخرى من البرامج اللي هو محتاجها الطفل وبتحددها لهم وبتبقى بتشير إلى إيه هي بالذكت فده مبرر تاني إنه هم كانوا بيبصوا لهمية التوصيات التوصيات كمان بتدي لذلك يجب فيها الإشارة إلى إيه استعدادات الطفل ومهاراته في المجالات المختلفة وكيف يمكن استخدام نقاط القوة في حل مشكلاته اللي هي موجودة وما هي الظروف الموقفية اللي بتأثر على تعلم الطفل وأداءه أيضا لابد أن تأخذ هذه التوصيات في اعتبارها اتجاهات الطفل ودوافعه وحالته المزاجية عند اختيار أساليب التدخل يعني قد نص صراحة على أننا نفضل اسلوب عن آخر لأن طبيعة الطفل سواء المزاجية أو المعرفية أو السلوكية تقتضي هذا النوع من التدخلات كل دا لازم يبقى واضح لازم وإحنا بنصيغ التوصيات ما تبقاش أكل شهاد كده احنا بنحطها وخلاص لا الفردية عنصر مهم جدا زي ما أشارنا قبل كده في بداية الحديث عن تقارير ساتلر عن التقرير زي ما وصف ساتلر أن التقرير الجيد هو اللي بيغزي فكرة الاندفيدواليتي الفردية بالنسبة للطفل لأن كل حالة مختلفة عن الأخرى وليها خصائصها المختلفة عن الأخرى التوصيات الجيدة أيضا لازم تبقى مقدمة اختراحات محددة إزاي أعزز النموء والارتقاء النفسي للطفل التوصيات الجيدة قد تشير إلى الحاجة إلى إعادة الاختبار مرة أخرى أو مزيد من التقييمات اللي احنا ممكن نعملها كتوصية من التوصيات أيضا وإحنا بنكتب التوصيات لابد أن احنا نعرض نسرد التوصيات على حسب الأولوية يعني ينقطع في غاية الأهمية وهي أن التوصيات تمر بشكل من الأهم للأقل الأهمية عشان تلفت عين القارئ اللي هو هيقرأ هذه التوصيات ويحاول أن ينفذ هذه التوصيات التوصيات الجيدة أيضا لازم تساعد المعلمين وأولياء الأمور على أنهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطفل كيف يقتربوا منه بشكل جيد كيف يلبوا احتياجاته كيف يقومون بتصميم برامج مناسبة لاحتياجاته المتفردة ومستوى الأداء الوظيف الخاص به إذن لابد عند القيام بهذه التوصيات أن نضع في اعتبرنا إشراق الأطفال والآباء والمعلمين فيما توصي به هذه التوصيات أو تشير إليه هذه التوصيات نحن معنيين من أهدافنا المهمة قوي في الصياغة التوصيات وتنفيذ عملية التقييم ككل محاولة إيجاد طرق لمساعدة الأطفال نفسهم على مساعدة أنفسهم مش إن إحنا بس اللي نسعيده وإشراق كمان المعلمين وأولياء الأمور في أي جهد تعليمي وعلاقي ولذلك بينصب التركيز على الطفل وعلى موقف الطفل أو حالة الطفل وعلى تحديد سبل النمو والإثراء اللي إحنا ممكن نعملها في حياة الطفل وتشجيعه أيضا في أن يكون له مشاركة نشطة في التأثير على حياته وأنت تضمن التوصيات اقتراحات زي ما سبق وأشارنا عملية وملموسة أو عينية وفردية لأن مبدأ الفردية هو الأساس ومننساش دايما المبدأ اللي أشارنا إليه أكتر من مرة أن أي برنامج في الدنيا أو أي تدخل في الدنيا دازم يتفصل على مقاسه بحيث أنه هو يقدم المساعدة لها فكرة الفردية والاهتمام بمسألة الفردية لكن الحقيقة بعض الاخصاصيين لما بيجي يكتب التوصيات بيقدم تنبؤات بتبقى أو بيبنيها على تنبؤات بعيدة المدى والحقيقة أنه التنبؤات اللي هي بتبقى يعني حول مستويات الإنجاز اللي ممكن نعمله على مدى طويل قد تكون محفوفة بالمخاطر يعني حاول دايما أنك أنت ما تديش توقعات أو مقال بروجنوزز أو تنبؤات بردكشنز طويلة المدى قوي بناء على التقرير لأنه لابد أن احنا بقى متفقين أنه مصار الارتقاء ما قدرش هتكلم على أنه ثابت أو أنه هو غير قابل للتغيير لأ مصار الارتقاء بالنسبة للأطفال قد يتغير بناء عليه خلينا دايما نبني أي مقالات أو أي توقعات مستقبلية على حدود الحذر اللي ممكن تبقى موجودة في التعامل مع هذه التقارير أو هذه البيانات اللي احنا جمعانها ولذلك طايلر في أحد القطو في كتاب بتاعه بعنوان بيقول النص الآتي يجب على المسؤولين عن توجيه الأطفال توجيها محددا أن يدركوا أنه لا يمكن استخدام اختبار زكاء واحد كأساس لحكم واضح حول ما يمكن للطفل القيام به بعد عدة سنوات يعني ما الجيش تطبق اختبار زكاء النهاردة وتتنبأ اللي ممكن لما يوصل للجامعة هيحصل كذا كل قرار جديد في مراحل متتالية من الارتقاء يتطلب إعادة فحص مرة أخرى لذلك على الرغم من أنه من المهمة الإشارة إلى المستوى الحالي للأداء الطفل الوظيف وتقديم اختراحات حول ما يمكن توقعه إلا أنه يجب توخي الحذر عند التعامل مع العبارات التي تتناول الأداء في المستقبل البعيد يجب كتابة التوصيات بحيث يتعرف القارئ بوضوح على درجة ثقة أنت كاختصاصي في هذه النتائج أو في هذه التنبؤات ويجب أيضا الاستشهاد ببيانات الاختبار أو البيانات السلوكية عند الحاجة لمساعدة القارئ على فهم التوصيات يعني لما أجي أبني توصية أو حتى أجي أعمل أتكلم على مقال بروجنوزز مثلا أو أعمل توصية معها لازم أستشد استشهادات سلوكية واستشهادات من قلب ببيانات الاختبار تساعد من سيقرأ أنه يفهم ليه أنا حطيت هذه التوصيات مرة ثالثة بنأكد على فكرة أن التقرير لابد أن يكون متفردا بمعنى خصوصية التوصيات على الحالة ولا بد أن تكون مسلطة ضوء على النتائج الرئيسية وآثرها على التدخل